الصيام هذا يجب على من؟ الصيام يجب على من توافرت فيه خمسة شروط وهي إسلام وتكليف بلوغ يعني؟ بلوغ وعقل بلوغ وعقل ثم قدرة يعني يكون قادر ليس مريضا ولا شيخا كبيرا ولا مرأة عجوزا ثم الإقامة ما يكون مسافر ثم نقاء من دم حيض ونفاس يعني المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تصوم ولو صامت ما صح منها وإنما يجب عليها القضاء يعني نقصدنا ربضان لا يجب عليها أداءا وإنما يجب عليها قضاءا بخلاف الصلاة فإنها تسقط عنها أداءا وقضاءا وصيام الأطفال؟ الصيام الأطفال نعم هذا مما يخطئ فيه كثير من الناس فإن كثيرا من الناس الولد يريد أن يصوم أو البنت تقول له لا أنت صغير لا تصوم وربما أجبروه على الفطر وهذا خلاف السنة وخلاف التربياء الحكيمة فإن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك الربيع بنت معوث رضي الله عنها قالت فكنا نصومه ونصوم صبياننا فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن من الصوف حتى يكون عند الإفطار يعني الطفل أول يوم سيبكي ثاني يوم سيبكي خلاص ويحطي لعبة حتى تشغله نعم سيعتاد بعد ذلك وإن شاء ناشئ الفتيان منه على ما كان عوده أبوه ولذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة الفقهية قال وينبغي لولي الصبي أن يأمره بالصيام ويعوده عليه حتى إذا بلغ اعتاده من أمور كم يعني يعوده؟ من منذ أن يطيق الصيام ولو كان من أربع خمس سنوات ولا بأس أن نتدرج يجزئ له الصيام في ذلك نعم يعني في اليوم الأول نقول له الإفطار مثلا نعطيه الساعة 12 الساعة الواحدة في اليوم الثاني في الرابعة في الخامسة ثم بعد ذلك نشجعه نقول له أنت بطل صم معنا وما ينتشر على أقل في السودان عند بعض الناس يقول لك أنا صايم الليلة صيام الضب وما عارف شنو ليلة أطفال يعني أيها يعني يصوم جزء من اليوم لكن يسميه مثل هذه الأسماء أو أنه يشرب الماء دون الطعام أو كذا ويسموه أسماء هكذا صيام الضب لا بس حتى هذا لك لا يكون فيه سوء مع شهر رمضان وقداسته لا هو يقول ذلك على سبيل المزاح والدعابة يعني ما يقصدون انتهاكا لحرمة الشهر أو تقليلا من شأنه لكن المقصود بأن الناس يتفننون في تعويض الصغار ذكورا وإناثا أنه للأسف الآن قد تجد البنت بلغت مبلغ النساء حاضت مثلا أمها تقول لا لا ما زلت صغيرة ما تصومي فتبقى سنتين ثلاثا ثم اسكينة تأتي الآن بعدما بلغت الأربعين والخمسين تقول أنا أفطرت رمضانين ثلاثة أربعة بعد أن بلغت ماذا أصنع الآن وربما تكون قد تتابعت عليها العلل والأدواء مع الحمل والرضاعة وما إلى ذلك نعم نعم